موسيقى نهاية فترة الاستراح أنا نعبر بحاجة أخرى بداية فترة أخرى إن شاء الله بداية انفراش وتغيير في المحيط ينجب كل محيط السياسي المحيط النقابي المحيط كل المحيط قل نغيره شوي سي سامير خل نبدأ من قبل ما نحكي عن التغيير وش نحكيه عن التغيير أنت ترى في تصريح أول أمس في اجتماع الموقعين على وثيقة كارتاج أنه اليوم البلاد في حاجة إلى حكومة كفاءات مستقلة طبعا لا تترشح لانتخابات 2019 على شكلة حكومة مهدي جمع هك حكومة سي باجي قيد سبسي في 2011 أيام ومبعا أي أخرها وصيح مهدي جبالي وقت اللي يخرج نهار ستة فيبري 2013 هو قال تونس تحكمها حكومة كفاءات حزبهم مشاش معاه بعد تغيرت الوبور أما على شكلة حكومة مهدي جمع في 2014 جات إثر أزمة لون كل يوم نحن في أزمة فلازمنا حكومة كفاءات مستقلة على حد رأيه نحن هذون اللي في أزمة دائمة مدى ما ناخدوش القرارات اللازمة يقولك عليش نعملوا في انتخابات خلينا من انتخابات عليش نعملوا في انتخابات يودي خلينا من انتخابات نحن نعمل في انتخابات الحكومة يخيطوا الحكومة هاتنا هات نبدلوا ما للقانون متاعنا الانتخابي والقانون السياسي وكل شيء ونوليو ننتخبو الحكومة كاملة حكومة تخبو سمحني حكومة تخبو مجلس نواب خلينا كمان لا لا سمحني ننتخبو رئيس دورة وننتخبو مجلس النواب وننتخبو كل وزير زادا في جرازber وننتخبو ننتخبو متخبو انتخابات في كل شيء احنا نحكيو على حوكمة البلاد ونحكيو على حوكمة رشيدة للبلاد نحكيو على حوكمة الاقتصاد اكيد حوكمة اقتصادية ثم اجتماعية على خطب ما تسمح حوكمة اجتماعية إذا كانت ما تماش حوكمة اقتصادية ونحبو احسن كفاءات تحكم هذي البلد أنا اللي ما نجمش نفهم اليوم ولي نحب نفهم هل أنه المشكل في من هو اليوم في الحكم X ولا Y ولا المشكلة في أنه عنده من إمكانيات مش نجمي حكم أنه اليوم سيسامير مجور رئيس اتحاد صناعة و تجارة و سرعة تقليدية عنده تصور للبلد وعنده تصور للإصلاحات ونوردين تبوبي واتحاد شغل عنده تصور الإصلاحات ورئيس الحكومة عنده تصور الإصلاحات والأحزاب السياسية الداعمة والمعارضة لها تصور الإصلاحات ورئيس الحكومة وسط هذا والوزراء مش عارفين فنثني يمشي المشكلة في هذه المنظومة الموضوعة اليوم وليس في الأشخاص هذا الاستنتاج العام ليس مهم يوسف الشاهد أو حبيب السيد أو سامير مجول في رئيس الحكومة أو أو نوردين طبوبي أو غيره المهم ماذا نريد أن نفعل؟ هل اتفقنا على ما نريد أن نفعل اليوم بتمس؟ لا ما اتفقناش هذه المشكلة لماذا ما اتفقناش؟ نسألك لا لماذا ما اتفقناش؟ نحن وقت اللي قامت ثورة في البلاد يظهر لي ما اتفقين كونه الأمور ما يشبهها وشنال اللي ما يشبهها؟ الأمور الاقتصادية والاجتماعية حتى وثيقة كارتاج قالت الأمور ما يشبهها ويجب حسنها نساش خلينكم خلينكم هالوضعية هذه يا سيدي ثورة وحكومة أولى وحكومة ثانية وانتخابات واليوم سابع حكومة وممكن ثامن حكومة الوضعية تحسنت؟ لا ما تحسنش دونك فما اشكال شو الاشكال هو؟ الاشكال هو الاجلوبال فما قوانين وفما سياسات وفما حاوك وفما أحزاب وفما منظمة هل اليوم النتائج الاقتصادية متع البلاد نتائج تشرف هل هي نتائج تجم تخرج البلاد من المأزق اللي هي فيه؟ أين المشكل؟ شو أين المشكل؟ المشكل في كل مستويات عدم البرمجة الكفاءات الوضوح هل أنا نسير في الدولية بالبلاد ولا نسير في لربما ينكون فاني إلكترال اللي هي ولا دائمة اليوم هل حات في بالي نجات تونس من الوضعية الحرجة امتاحها ولا حات في بالي الاستحققات الانتخابية بما فيهم بلديات وبما فيهم تشريعية وبما فيهم رئاسية هل الوزير يخدم في حزبو ولا يخدم في تونس ولا يخدم في الكاريير متاعه وهل الوزير وقت اللي يتنصب في وزارة حات في باله بركز ميقعد وزير هذا هو هذا هو البيجيكتف متاعنا هل الانتجم يخدم ع long term التونس هل حات في بالي التونس هل الانتجم هل الانتجم اتنصب اتنصب لنسا اتنصب 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 الكلون ايش هل الانتجم اتنصب اتنصب انا منش بلاشخاص لا لا خاند اخيه ماذا اخوة سامير مزون شو تدخل انا في السلام يا عائشك انا احكير كالحاكم البلاد الكلام موجه إليس وشهدت سامير مجول نحن كنا نحكيه منذ حين وحاولنا نبحث على المشكل وين المشكل وين مشكلة حوكمة أو حكم البلاد اليوم وين من يحكم البلاد من يقرر في البلاد سياسة هذه سياسة التوافق الجميع يقرر الجميع يقرر سامير مجول حبي قر يقول حكومة كفاءات سينوردين طبوبي حبي قرر يقول 77 ألف خط أحمر على المؤسسات العمومية لا للتفويت فيها سيسامير مجول يقول لا المؤسسات العمومية بيع منها وتم تفويت فيها عدد منها وهي اليوم ناجحة وتنتدب وفي تطور وفي نمو وتخلص في اللمبوم تاحها وقت البارح كانت عاجزة تصدف عليها المجموعة الوطنية رئيس الحكومة يقول أنا عندي برنامج للإصلاحات وأدعو الجميع إلى الجلوس على الطاولة رئيس الحكومة يقول ووزير الفلاحة البارح يقول راهو مثلا موضوع الصندوق الاجتماعية راهو اتحاد صناعة وتجارة وصناعة تقليدية ما زال معتاش الرأي يمتعه إلى حد الآن ومش موافق على الإصلاح متاع الصندوق الاجتماعية وخاصة صندوق سيانسيس ملف هذا تابعوزي الفلاحة كم متكلم باسم الموافقين غالت غالت يقول في غالت هذا كله شكشوكة الشكشوكة هذه الكل الشكشوكة هذه الكل لأنه كل طرف يريد أن يحكم من خلال مصالحه وانتي تحب تحكم وترا البلاد من منظورك وإذا كان البلاد ما مشاتش من من منظورك انتي فتصبح من هو بسدد اليوم الحكم فاشلا طبعا الموضوع اللي جبت أبو بكر نحن معنا حتى أشكال هذا الموضوع يخص منظمتين ويخص أحزاب نحن في حوار في الباك دو كارتاج بين المنظمات والأحزاب هتون بدتوا فيه مش مش بدتوا فيه هنا في مزعيك وإذا كان عليس حكم أحب يلمنا نحن مستعدين رو هلش في ديسبوزيك أني حبو جليزان فيتا دي ناس وصورة نحن نحكيه في كل شي وقابل كل تراشيق ونجم يقوله قداش الملف مع كل وزير من الوزراء بتاعوا اليوم ووقفين وعطلين وملفات سهلة ما عندي حتى بشكل وعليش وقفين وملفات والله ما نعرف لا يقول لي والله ما نعرف فما ناس فما وزراء توقف دوسيات باش تدوم في الكرسي زادا هذا أنا عندي قناعة أنا غالط ما مكنش بي وكن غدوة نظر غالط ونخرج ونقول راني غالط ما أنا ما نفهمش عليش عاطين ما أنا ما نفهمش عليش واقفين عدت ملفات وما نشبش نشبت حتى ملف ورا أنا ما نشبت خلفين رو لا أحزاب ولا منظمات أنت ما تتفقش مع نوردين تبوبي لا شكو نقال لك لا 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 هو مش كشخص مش تحكي على أشخاص مش تحكي على أشخاص نحكي على خيار الاتحاسي نعود زيارة تقريدي رنع عنها يا سي سامي يا أبو بكر عيش خوي يا أبو بكر عيش خوي شوف نجب نختلف مع برشة ناس ونجب نختلف مع برشة أحزاب ونجب نختلف مع برشة سياسية يستحيل بيش نختلف مع الاتحاد العامة تنسي للشغل ولا مع نوردين تبوبي حفش تعرف علاش خطر التاريخ لما بعضنا والخطر إحنا شركة في البلاد وإحنا ملاكة في البلاد هو سيزاديران 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 وانما صير انا مشترك الدوسير ما تفهموش عليه أنا نقدر برشة يدافع على منظمة بتاعه وانا زادة ندافع على منظمة بتاعه دوشي متفهموش عليه نقعد ورطان نقعد وحل فيه يقنعني ولا نقنعه ما عندي حتى مشكل ونردين تبوبي ما تنزمش انت اذا كان شوف وما شكالهم ما يلزمش لو جيت تيرو يتكونوا متفقين هذا شكالهم اراه يحيروا هما احنا مناش متفقين عليكم اراه احنا متفقين باش ننظوا بهالبلاد وما عناش مشكل احنا متفقين باش نقلصوا من العتلين على العمل متفقين باش نرجعوا للنمو متفقين باش نهربوا بالبلاد انا مش نقولك سي سامير مجول انو انتوما والاتحاد والاتحاد مكوش متفقين سي سامير مكوش متفقين اعتيني ملف ما يخذوا التفويت في المؤسسات العمومية وإلا معالجة تفويت لا لا معالجة مسألة المؤسسات العمومية انتو ما تراوا انو الحل بالنسبة للدولة اليوم عندها دور اللي هو الكياسات واللي هو التربية واللي هو الصحة العمومية واللي هو كذا ما هوش دورها باش نصنع الدخان ولا ما هوش دورها هذا ما كوش بتفقه هذا ما كوش نفسه جتنظر فيه اثنين الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اتحاد شغل يعارضه معارضة شديدة حتى عارضه عارضه البيبيبي شفت القانون انت تحب نعمل قايدة على القانون لا لا انتم تحبوا تطوروا اكثر لا انتطوروا اكثر حتى الوجيتي موافقة في تطويره بضوابط روو توسكي دي انبالا رياليتي دي شوز رو خلوجيتيتي عندها اشكال كي تونس طرقة اليوم الثنية بش تطور اقتصادها وبش معاش يقعد في تونس شخص عاتل على العمله وين بش يدخلوا مو بش يدخل الجيتيتي ولا الجيتيتي عندها اشكال كي الشركات العمومية ترجع لليكيليبر كيفاش voilà كيفاش سهل ياسر كيفاش قبلنا احنا بالشركات عمومية تخسر الفلوس وكيفاش خليناهم وعليش عطيناهم ضمان الدولة بش يستمروا في الخسارة هذا سيلا بون ولا موفيس جوورنانس تهلا موفيس جوورنانس وخلي نبري سيوسف الشهد رقاها دان ستسيتيواتي ونردين تبو بيقول لابد من ذخ اموال لانقاذ هذه المؤسسات العمومية تصريح هذا بيان بيان رسمي كيفاش خوية كيفاش خوية كيفاش خوية كيفاش خوية اخي انت اليوم عندك شركة وطنية عندها خسار وعندها عمال وعندها دس انجاجمات ما قول مش دولة تخلي بها اماناش نقول الدولة اذا كانك انتي تضمن في الشركات العمومية تضمن في الشركات الخاصة وقتلي عندها مشكل صحيح الله احنا شنحبوا للشركات العمومية وهذا يمن تبقين فيه انا وسين الروتين تبو بي نحبوا ما نشي لو جوا على الخوف صارو يشكون بيشي شريهم يا عيش خوية احنا نحبوهم قاطرة للتنمية حبوهم قاطرة الاقتصاد الوطني حبوهم احسن سند للاستثمار واحسن سند يعني لل كمبيتيتي فيتي بتاع تونس يعني والشكال نعرفوه البرت بتاع تونس شنو وضعيتو قداش ما عشرين يوم وثلاثين يوم بابو رات ان راد 1200 و1300 مليار في العام مصاريف تخرج عملة هذومك ريان كو برلو فيدو للاراد اسكو سي نرمال المونوبول دلستام في برد تونس الكيس سيتويت نحكيو عليه قداش لبورسيك نحكيو عليه قداش وعنا مشروع معنا تمنى عملاقة بالعالم يحبوا يعملوه شاجعوا الناس خلي تخدم على روحها وضعيت استيق مش معقولة وموقف استيق من الطاقات الجديدة والمتجددة والميس سولير مش معقول شوفوا المغرب اش عملت في الانرژي سولير شوفوا مصر اش عملت في الانرژي سولير شوفوا مصر اشتركوا في الانرژي سولير شوفوا مصر اشتركوا في الانرژي سولير اشتركوا في الانرژي سولير شوفوا مصر اشتركوا في الانرژي سولير اشتركوا في الانرژي سولير أشتركوا في الانرژي سولير شوفوا من طاقات الجديدة عدة بلدين في العالم الدولاري في امريكا خلائن cares اشتركوا في الانرژي سوير شوفوا الانرژي سولير لا نعني في مصر اشتركوا في الانرژي السور دوم تصورك وتصورك للخروج من الوضع اليوم هل أنه ما عود نسأل مشكلة أشخاص أو هي مشكلة سياسات تتفقون فيها أولا هل تعتقدون أن كل أشخاص والكفاءات مهمة في البلاد؟ نعم لماذا نقرأ في شعبنا؟ لماذا نقرأ في شعبنا؟ ونقرأ في شعبنا؟ ونحن نقرأ في كل اختصاص فما كفاءات؟ وفما السلم في الكفاءات وفما خبرة وفما الناس كسبت خبرة في العالم يا جمع وكسبت خبرة في تونس وعن كفاءات في الإدارة التونسية وخيرات الناس لماذا تعطي تونس بشي سيرها؟ تعطيها أحسن الكفاءات ونحكي لك زادا موديل موديل وزارة وزارة ولا تعطيها وتولي سنية متاع بقلاوة لا حزاب تتقاسم وانا أخو باي ومنظمة أخرى تاخو بايها وكل واحد ياخو باي وجيها معينة تاخو بايها هل بس سفة هذه؟ أنا إذا كان بش نطلب باي وعندي الكفاءات يعني صحة يمكن أما إذا كان ناخو باي غير على خطرنا باي 12 مليون لا قديش هم يصوتوا منه؟ قديش يصوتوا 12 مليون؟ 3.5 أربعة 3.5 أربعة يصوتوا وسبع الأخرين شنو رايهم؟ الشيبيس الصوت متاع 3.5 أخرين باي خلينا خلينا مرال لكورس وما يلزمش اللي يشد كورسي يخمم خطر كتعرفش ولي عمل ولي عمل شعبوي خمته يعمل شعبوي وكبر شوزر خبز مش بش يزيد السكر مش بش يزيد والاخر مش بش يزيد شتخنة ولي مرزت جيسيونير ده مينيستير وطعن في السياسة شو مش بش يزيد عرح سبش كون مش بش يزيد يسيدي نقصه يسيدي نقصه ينقص ستعطيه بليش انتي وهل السياسة هذي متاعه نوكل الشعب بليش بورنومتريزي سيفيني معادي يمنكم حد اخلق الخيرات واغني شعبك نحب شعبي يغنيه ونحب نعطيه فرص العمل ونعطيه فرص الاستثمار ونحب كل يعني خارج من الكلية يرقى فرصة بش يعمل مشروعي ولي معلم ونحب العركة اللي بيني وبين نوردين تبوبي تعرف شنية أنا خدمت الكل نحب نفكر ونحب نردهم معلمين ويخلقوا مشاريع هذي العركة اللي بيش نعملها مع سينوردين تبوبي في المستقبل سي سامير مجول اليوم الوضع اليوم محكوم ب عدة اطراف نعود نرجعلك بعدة اطراف بعدة اطراف ومش من اليوم مرة من تفقين هل انو الاطراف هذي لابده لا تفقس معنى لا تفقس معنى انو كل بركة اللي وفيك انو كل هذي الاطراف لابده ان تتخلى ونجيبه فريق يحكم انا قلتلك تتخلى هنفهم انا قلتهم يتخلى مش كون يتخلى ولا ما نعرف انت از انت تخلى وعلي شو لي نوردين تبوبي لازم يتخلى وعلي شو لي رئيس الجمهورية لازم يقعد في حدود صلاحيات شو 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 اسمع وتأتي حكومة قوية هاي هاي يعطيك الصحة هاي كرقيتها اذي كلمك اسمع انا نتبع في كلمك رو اي اذاك نتبع في كلمك اتس من نجم العاودوا اراو يقولوا الجهة تتكيق قوية الجهة تتكاق قوية يعنيش تحبون ذاك توا ما تقولوا مشكلة الحكومة مش قوية مش احنا قوية احنا سنونا مال قوية خلقنا ربي قوية احنا هي نتاج منظومة حكومة ضعيفة نتاج منظومة اي قولها قلتها البالة سيد سيد الرئيس الحكومة يرقى روحوا اينو بباعجير ايه يمشي قابل سيد الرئيس دولة يقولوا هاو إخوة هاو ديميسيون بتاعي هراهو بالقانون متاعنا بالدستور متاعنا بالكود إلكترال هادي شوز كيفو شانجي إسالو قران ديرا خيانا إذا كانوا جد مسؤولية والقانون ما يخلينيش نتصرف والحزاب ما تخلينيش نتصرف ويسميوني وبعد يحكم عليها بشكون حطف الفريق متاعي دونك أنا ما نحكمش أنا طاون ترنين بتعكورها بشنا بتعطيرها يحكم علي يقول لو حطفنا محدش نحكم واحد إيجا سيما رسبونسابيليتي سمحني شو ليمنع مسام حك ديني واخرى أنا راه سي سمير مجهود سمحني مسام حك ديني واخرى سمحين بعضنا ديني واخرى ما بلازة قسم مشترك بنفس هذه المنظوم الحالي وبنتاج وثقة كرتاش ما الذي منع يوسف شهد رئيس الحكومة أنه يصلح بورتراتس ما الذي منعه أنه يخرج يقول قررت كرئيس حكومة أو كمجلس وزاري قررنا أن نفوت في المؤسسة كذا وكذا 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 ونصلح المؤسسات كذا وكذا 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 من هنا الأخي 2018 وقررت سمحني في صندوق الدعم أني بش نعمل كذا وكذا وكذا شو يمنعه شو هذي من هنا الأخر 2018 اليوم القرارات تتخذ في اليوم اليوم فما قرارات تتخذهم التونس شو اليمنع عيش قوي اقبل سيوسف شهد وسألوه ما تسنينيش أنا أنا سمحني أنا كنت جيت في بلاست وعندة قرارات أخذيتهم سمحني أنا كنت جيت في بلاست وزراء وعنا ملفات عالقة معهم بلا يقول لي ملف قطعات كما في النسيج وعملنا مجلس وعملنا قرارات وينهم في التنفيذ تنفذوا الكل فيهم لي تنفذ رو وفيهم لي ما تنفذش اليوم وفيهم إدارات اللي كانوا ما في بلهمش بالقرارات الأحذية الجلد والأحذية طوال أنا مش تدخل في قطاعات مش هذا الموضوع لكن وينهم مش اللوم على وزير من اللوم على حتى حد على خطر ساعات ترقى عدة وزارات مشبكة في موضوع وينهم تشونا أخو قراروا نقاط بالعمين نستنى هنا هم بعد تمشي حكومة تجي حكومة يودي فم عدة قرارات في الارتزانات صارت عدة تشكيليات الحمد لله هنا مقدمين وغدوة عنا مكتب تنفيذي وطني لقطاع سنعة تقليدية اللي هو بالنسبة هام يسر وقطاعك من هذاك إشكاله الكبير تعرفوه إشكال السياحة ووش عملت السياحة من جراء الفوضى اللي صارت في البلاد والاغتيالات لكن فم انعيكسات تكبيرة عدة قطاعات ماتا السكتور البراتوريستيك البراتوريستيك رغم سيكون دي سكتور وليس انترونان والله السعاد سيبوبكر لأيساور السميك ماتا وصي دي دي سيجن تريد فاسي تنظر تياب بكو دي سيجن كنبا يتبذي وحاجة أخرى اسكو شاك من يسر مخلينو يخو قرارات وزادة والله هل كل قرار يزميط على القصبة يعني كتب در الرؤية واضحة موش ما يتلعش القصبة كيب در الرؤية العامة مش واضحة يزميط عشق نقول لك حاجة أنا كاني وزير ورئيس حكومته ميخليني شنخدم بيانسير متفقين في مبدأ متفقين عندي توزع عندي ما سير فاس دي كمبيتانس عندي ما شو من تعديش على عندي إذا كان بشن وقرار اللي عنده العكسات على وزارة أوبلا نسق مع الوزير الأخر وانتي ماشي من تفقين أما يخويا جني باب زوان دا كوردي برميونيس ما نقلقش وزير الأول متاعي ناخ وقراراتي لكن هل أنا في الوزارة متاعي نحب ناخ وقرارات ولا نحب نكسب شعبية ولا نحب نعرف الناس ولا نحب نعمل زيارات المندانية يا بلدي يخدموا في برويتك وما يعيشك مخذوا القرارات را دوسيات را يخدوا فيه صندوق الدعم مش عملنا فيه صندوق الدعم نقولوا الدولة قاعد أحنا قاعدين نخسر وتعرفوا القطاعات اليوم تهتكت كل القطاعات اللي انتاجهم مربوط بصندوق الدعم الدولة تنفس فيك عليش يا أخي اليوم القمح تجيبوا ديوان لو فيه سريال عليش القهوة والتي والروز والسكر جيبوا لوفيس دي كوميرس عليش لوفيس دلويل قاعد في الدولة اللي قاعد فيه اليوم عليش وقت اللي نام لو ان فان ده بروموسيون دلويل دوليف كونديسوني راس العام الفاضل فاك الصندوق اللي هو عرق المصدرين تاخذوا الدولة هنا متى مليار دوات راهو أنا منش قاس مع دولتي لكن هذلك فلوس أنا حذرهم باش نستثمر في القطاع باش ننمي القطاع باش نحسن في صدراتي يعني راني برش وراهو تتكلم وتمشي ويقبلوك ويفرحو بيك وشربو قهوة دروا بني ابسان إن فايل صن باست إن وكناس بلو وين المشكل نحكي وين تحب توصل بربي قولي بطران تحب توصل اي 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 وين المشكل نحب النهر بتونس وما همنيش فيه سامير المجهور اي تعش كيفاش ما همنيش فيه سامير المجهور اوكي حبنا منعب تونس اي بحش حتى انت عندك نفس عبش عندك ولاد هل عندك فما انا قبل ما نكون لعندي ولادك لعندي وليد تونس وليد تونس لا 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 ولادك وليد تونس تعال تونس 12 مليون بشوي حديث لا 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 متوجهنيش 12 مليون 2 مليون 400 مليل فامي شاك كل بو كل ام مسؤولين على اولادهم وحنا مسؤولين على السياسة العامة وعلى نموت على البلاد حتى نوفرهم احسن المناخ للعيشة اي سيتيت او كيسيان تسوفران تي ناشنال اي دانك الهل الهل احنا اليوم تنتي ما سيناتر elle est disponible pour sauver ce pays لكن انا je suis une force de proposition الهل ما تتنيش الهل المشكل 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 تحو كما وقلت انا اسكلا تونيزيا لتونس خطرو ما كفاءة جربناها جربتو خوها الهل بيتو موت بيتو موت المشكل 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 التعد passa م Boot انا اتبعوا بيتو موت سيطلب يسير المشكل سينارة التقليدي اليوم الاشكال في الفريق الحكومي اليوم اين الاشكال في الفريق الحكومي اللي يحكم والي غير قادر على اتخاذ القرارات الضرورية للمشكل اليوم وغير قادر على تنويضا هاذا كلمك هل مقلت غير قاتر هل نشوف الحكومة هذي تنجم اليوم تشد برواتها العشية وكلو زير ياخد القرارات اللي ماخدهم شو اللي حاقوا اخده ويكينو لزانانس و البلاتو دفنتر شو المشكل ها ها انتو ما تخليوه يقرر اللي حب احنا خليوه يقرر اللي حب هو كيف يقرر ويشاورناه لازم ويشاوركم عندك شك في هذا بل كي احنا يزم شاوروه انت عندك شك في هذا اللي تاريخيا ومستقبلا اي رئيس الحكومة يزم يشاور هلا عندك شك في هذا مخرجناش مخرجناش بيحكم بالقداع يحكم وحدك انت قلت يزم يحكم وحدك لا تناقض توسي سامير مجول قلت لازم يحكم ولازم تحكم وحدك كما الانترينير يقرر يختار الملايك ويتحمل نتيزة خيارات ايه وعليها وعليها هدي الوير اشاور مستيلو ممكن فوق اما سايبو خلو يخدم شون سايبو خلوه يخدم انهار لي جيتون خلوه يخدم اما وقت لي البلاد ماشى التالي يفوقون اريتا شون اللي تحبني نقول اخر قل لي مسال لا لا نسأل فيك انا نحب نفهمك انا نحب نفهمك لا لا نحب نفهمك انا كان حاجة متعجبنيش انا نحب نفهمك نعمل لنا البلادو وانتي جي تحبك لا نعملو حاجة اخر انا مواطنة تونس او تحكيو بالمواطنة او تحكيو بالحرية او تحكيو بالعلم الحر موزيك 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 انا بيدي شو بريفيرو رئيس الجمهورية نطقة رسمية باسمه تقول التغيير الان غير مطروح اليوم نحطوا لجنة ونتناقشوا كذا والتغيير بعد الانتخابات البلدي كانت حب تحطني في معنتها في ديسكوسيون مع سيدة قراش ثم نسترفون ونكلمها ونحكي معها انا حضرت مع رئيس الجمهورية انا مهمني شو اللي تقالم باك انا نعرف شو اللي تقالم واللي تقالم سيدة رئيس الجمهورية ولي قلناها احنا مرئي جمهورية نحط قال هذا الفريق الحكومي غير قادر على الخروج بالبلاد من الازمة لا كان قادرها وخرجها من الازمة الدنيا زيت ازمة مش خرجنا من الازمة يوسف شهد انتهى لا يوسف شهد صديقي مهدي جمع صديقك لا حتى يوسف شهد صديق هو يعرف انتي قلت انتي قلت تقول مهدي جمع بانسور علىها أنا قلتك تقول كل الكمبيتنس دي باي يا صديقائي ويسف شهد يتو كمبيتنس دي باي ممعني جني جميع تيري سو يوسف شهد حتى في بالك ولا هفهم الناس بناتنا عمرو عمرو بعضنا ما عنده حتى مشكلة ومهدي جمع يتو كمبيتنس دي باي شكوني شكفي هو شوف مهدي جمع يلافي ساكاريير تنسي ملتناشنال يسيت ان انفان دا تونيزي ويلا يتيه الالكول بيبليك ويلا يتيه الالكول بيبليك ومبعد يلافي كاريير حتى حد ما عمله لي مزيه وانا سرتان مومان كيف وكيف غيره حابوا يوقفوا البلاد مو عايتوله مرة اخي طوى وقت الاسي علي العائض عايتلو الحكومة خي مهدي جمع جاء قال لكم حطوني وزيرة علش ما جاوبتوش على الموضوع السناديق الاجتماعي بلا نحب نعرف شكون اللي قال ما جاوبناش سامير طيب قال قال راو انت احد شغل اخذاء موقف شو سي سامير بطيب اسك هو الي شارجيه بالجوفرنمان بور ديسكوتي دوسلا افكنو وقتا نقول راو غير معني انتي بالموضوع انتي وزير الفلاحة قد فلاحتك لنجم يتكلم بس محكومته لتكلم على روح وانتون جاوب الحكومة وفيسيال ما انا الحكومة كتبت لها جواب في نوفمبر ساحة في ويداد وشباوي وجاوبنا الحكومة الحكومة مرجعت لناش بحتى فم وزراء حبوا يداكل وراه قلنا للمفضلكم انا في ميخصكمش انا في بينا بين رئيس عكومة احنا مناش قابلين باش نزيدوا نفقلوا على المؤسسات إلاج جيسيون دي كاس ثنين ولا حتى زر وشان احنا قابلنا ديجا الانبورسان بتاع السياسة كي ربزان ديسان مليار بوريسان تيني باريان روح رفضين اليوم المساهمة بثنين في المياه رفضين اي زيادة اعباء على المؤسسات الخاصة قبل ما نحكيه في السياسة العامة على البلاد وكل توجيهات وشنوه رأينا في كل الملفات وانا اذا كان يحبوا نبطوا في دوسي زادا يسايبوا للدوسيات وكل يعلق مع الإدارة هذه حاجة ثانية حاجة من لا تتمكن معييات الأسر بيطاية في ميخص سعلاقتنا مع الحكومة الأسر بيطاية وانا ، ذاكا الحكومة في مالف هذا يا زيادة تاجمنا لدينا تكلف بعيد للمياريق ولا تنجمنا لكم هل ستجين موكونا هل ستجمنا لكم هل ستجباقل متكلفى هناك يوجد ما تجمنا لا تجمنا الول soluعات ولم تنجمنا الوليكم ولم تنجمنا الوليكم ولم تنجمنا الوطبع محكيه نشنال. عايشكم. شكرا جزيلا. وما يقولش سامير بتايم جوان خاطر ما عندوش الملف ومش فاهمو الملف. شكرا جزيلا سي سامير مجول رئيس اتحاد صناعة وتجارة وصناعات التقليدي. براك الله فيك.